النهايات عند المالة نهاية شوف إحنا إلى الآن كنا نجيب نهاية الدالة معينة عند النقطة C نجيها من اليمين وبعدين نجيها من اليسار ونشوف قيمة النهاية الآن إحنا نبغى نروح للمالة نهاية نبغى نشوف نهاية الدالة لما الـ X تقول إلى مالة نهاية برضو نبغى نشوف نهاية الدالة عندما الـ X تقول إلى سالب مالة نهاية أحسن طريقة نشرح بيها عندنا نحل مثال فرسو يقول يقدر إن أمكن كل نهاية مما يأتي شوف أعطاني الدالة 1 على X ويبغى نهايتها عندما الـ X تقول إلى ما لا نهاية وخلينا نرسم الدالة 1 على X الدالة 1 على X نعود بسرعة عشان نرسمها لو كانت الـ X بواحد الـ 1 تكون بواحد لو كانت الـ X باثنين الـ 1 تكون بنص لو كانت الـ X بثلاثة الـ Y تكون بثلث برضو نقدر نجيب نقاط هنا لو كانت الـ X بنص الـ Y تكون باثنين لو كانت الـ X بثلث الـ Y تكون ثلاث نفس الطريقة هيكون عندي نقاط من الجهة السالبة لما الـ X بسالب و الـ Y بسالب نوصل بين النقاط وحصلنا على الدالة يبغى النهاية عندما الـ X تقول إلى ما لا نهاية يعني لما الـ X تروح ناحية اليمين إلى ما لا نهاية شوف قيمة الدالة كل ما اتجهنا ناحية اليمين كل ما كبرت الـ X تلاقيها تقرب من الصفر صار نقول إنه لمدة الدالة واحدة على X عندما X تقول إلى موجب ما للنهاية هتساوي صفر وإحنا شوفنا الكلام هذا قبل كده وسمينا Y يساوي صفر هذا خط التقارب الأفقي يعني الدالة تقرب منه بس ما تلمسه مستحيل قيمة الدالة تصير صفر لكنها تقرب جدا من الصفر وخلينا نعمل التعزيز العددي نعمل الجدول شوف إحنا نبغى نهاية الدالة عند X تقول إلى ما لنهاية يعني لما تكبر الـ X بصورة كبيرة جدا طب نفرد قيم للـ X مثلا لو فرضناها بعشرة بعدين مية بعدين ألف وخلينا نعود لما الـ X بعشرة الـ Y ستكون بواحد على العشرة اللي هي 0.1 لما الـ X بـ 100 الـ Y ستكون 0.01 ولما الـ X بـ ألف الـ Y ستكون 0.001 شوف كلما كبرت الـ X قيمة الدالة تقرب من الصفر صار نقول أنه لمت الدالة واحدة على X عندما X تقول إلى ما لا نهاية تساوي صفر يعني كلما كبرت الـ X قيمة الدالة ستصير بصفر طيب نشوف الدالة اللي بعدها سوف لو رسمنا الدالة هتكون بهذه الطريقة هنا ما يهمنا الرسم وكيف ترسمت ممكن تستخدم آلة بيانية أو أي من مواقع رسم الدوال بس أهم شيء نحن نجيب النهاية طيب هو هنا يبغى النهاية لما X تقول إلى سالب ما لا نهاية يعني لما X تقل قيمتها بصغورة كبيرة جدا وتروح إلى سالب ما لا نهاية طيب لما X تروح إلى سالب ما لا نهاية شوف قيمة الدالة إيش يصير فيها تلاقيها تقترب من هذا الخط اللي هو عند Y يساوي 2 كل ما لا تقترب منه شوف كل ما صغرت الـ X كل ما راحت ناحية اليسار تلاقي قيمة الدالة تقترب من هذه القيمة اللي هي 2 صر نقول إنه نهاية الدالة هذه الدالة عندما X تقول إلى سالب ما لا نهاية حيكون بـ 2 ونعمل التعزيز العددي شوف إحنا هنا حنروح إلى سالب ما لا نهاية يعني قيمة X حتقل صر ناخد مثلا سالب 10 سالب 100 سالب 1000 سالب 10 ألاف أي عدد من الرقام بس نبقى نعرف إيش سلوك الدالة لو عوضنا بسالب 10 في هذه الدالة حنلاقي قيمتها بـ 1.97 لو عوضنا بسالب 100 حنلاقيها 1.9997 سالب 1000 حنلاقيها 1.999997 سالب 10 ألاف لو عوضنا حنلاقيها 1.999999 ونكمل 9 يعني نشوف بنقترب من الاثنين يصير نقول أنه نهاية الدالة عندما الـ X تقول إلى سالب ما لا نهاية ساوي 2 طب نشوف الدالة اللي بعدها أعطاني إياها لو جينا رسمناها حتكون بهذا الطريق طيب أول شي خلينا نشوف نهايتها لما الـ X تقول إلى سالب ما لا نهاية يعني لما الـ X تتجه هذا الاتجاه إلى سالب ما لا نهاية شوف كل ما رحنا لحية اليسار تلاقي الدالة قيمتها تقترب من 0 صار نقول أن نهاية الدالة هذه الدالة نكتبها وعندما X تقول إلى سالب ما لا نهاية تساوي 0 طب نجيب النهاية الثانية لما X تقول إلى موجب ما لا نهاية يعني حنروح بهذا الاتجاه إلى موجب ما لا نهاية شوف كل ما اتجهنا إحدى اليمين قيمة الدالة متذبذبة تطلع فوق وتنزل تحت ما لها قيمة معينة يصير بالتالي نقول إنه نهاية هذه الدالة عندما الـ X تقول إلى موجب ما للنهاية غير موجودة ليش؟ لأن الدالة متذبذبة طبعا شوف اللي بعده يقول إنهاية هذه الدالة عندما X تقول إلى موجب ما للنهاية لو رسمنا الدالة هنلاقيها بهذه الطريقة طيب إحنا نبغى نشوف النهاية عندما X تقول إلى ما لا نهاية يعني هنروح ناحية اليمين لو لاحظنا قيمة الدالة كل ما رحنا ناحية اليمين تقترب من هذه النقطة اللي هي قيمتها على محور الـ Y بسالب ثلاثة صر نقول إنه نهاية الدالة عندما X تقول إلى موجب ما لا نهاية تساوي سالب ثلاثة وبرضو شوفت قدرت تشوفها من الدالة سوف لو X حوضنا هنا بعدد كبير جدا وحنلاقي هذه القيمة صارت بالصفر وما بقي عندي إلا سالب ثلاثة حتنتعلم كيف نجيبها بالأرقام في الدرس القادم طب نشوف السؤال اللي بعده يبغى نهاية هذه الدالة لما X تقول إلى سالب ما لا نهاية لو رسمنا هذه الدالة حتكون بهذا الطريق طيب نبغى النهاية عند X تقول إلى سالب ما لا نهاية يعني حنروح ناحية اليسار عند سالب ما لا نهاية شوف قيمة الدالة كل ما اتجهنا ناحية اليسار تقترب من هذه النقطة اللي هي قيمتها على محور ال-Y بصفر يصريني يقول أن نهاية الدالة خمسة أس X عندما X تقول إلى سالب ما لا نهاية تساوي صفر وبرضو شوف لو عوضنا عن X بسالب ما لا نهاية يعني لو عوضنا عن X هنا بسالب عدد كبير جدا لأنه عندي سالب فحنقلب الكسر يعني حتصير واحد على خمسة أس عدد كبير جدا يصير القيمة حتصير بصفر برضو حنشوف كيف حنعمل كده في الدرس القادم طب نجي بهذه النهاية لو رسمنا الدالة حتكون بهذه الطريقة نحن نبغى النهاية عند X تقول إلى موجب ما لا نهاية يعني حنروح ناحية اليمين موجب ما لا نهاية شوف لاحظ أن الدالة هنا متذبذبة تطلع فوق وتنزل تحت بهذه الطريقة إلى ما لا نهاية صر ما حنعرف إيش نهايتها بالضبط أو أن الدالة ما حيكون عندها رقم ماين حتكون متذبذبة بين رقمين صر نقول أنه نهاية الدالة ساين X عندما X تقول إلى ما لا نهاية غير موجود